اشتركوا في القناة مخطط له بمساعدة كافة الاطراف ذات العلاقة من اجل الوفاء بالجدول الزمني المحدد للمشروع والتأكد من الجاهزية التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد من جهته صرح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين الدولي محمد يوسف البن فلاح بان مشروع تحديث مطار البحرين يعد من اكبر مشاريع البنية التحتية في مملكة البحرين مما يتطلب اعلى مستوى من التنظيم والوقوف على كافة التفاصيل افتتحت شركة البحرين لتسيلات التجارية وسبوع الخصومات الكبرى لسيارات على جميع سيارات الحديثة حيث من المقرر ان يمتد الى 28 من شهر ديسمبر الجاري وذلك في مركز البحرين الدولي للمعارض سعيا لتعزيز مبيعات سيارات في البحرين المزيد من التفاصيل في التقرير التالي في مبادرة هي الاولى من نوعها على مستوى البحرين نظمت شركة تسيلات البحرين معرضا تسويقيا ضم جميع العلامات التجارية للسيارات تحت صقف واحد ويهدف هذا المعرض الى دعم وتشجيع قطاع السيارات في المملكة لما لهذا القطاع من مردود ايجابي على الاقتصاد الوطني المعرض جاء كفكرة من شركة تسيلات المعروفة شركة تسيلات شركة رائدة اول اكبر شركة تمويل سيارات في البحرين وشركة رائدة في تمويل السهلاك الفردي كذلك جاءت الفكرة ان جمع جميع وكالات السيارات او اغلبية وكالات السيارات تحت صقف واحد اليوم اخذنا مبادرة جدا مهمة كنا صانعي من اهم اقطاب صانعي هذه الصناعة اجتمعنا مع جميع اصحاب الوكالات الرسمية وانشأنا لفترة معين فترة قصيرة معرض بيع السيارات وليس فقط للديسيبلي او للتسويق السيارات وتعد هذه الفعالية حدثا مهما ومتميزا لما لها من انعكاسات ايجابية على القطاع والمستهلك على حد سواء وسوق السيارات عموما حيث تقدم العلامات التجارية خصومات غير مسبوقة لهذا الحدث ولفترة وجيزة لضمان تمكين المستهلكين من انتهاز هذه الفرصة لاقتناء سياراتهم باسعار مميزة اول شي اود اشكر بحرين التسيارات على الفكرة ما كانوا حد في باله انه ما نسوه وشي جيد جدا بعد وممتاز ممكن اقوله وبعدين الفكرة يعني انه فايف ديس يمكن تحصل اسعار خاصة غير اسعار اللي في المعرض موجودة عساس يحس بالفرق الذي جاي المعرض في سعر وبيكون هنا السعر يختلف فالخافة ايام هو لفرصة ان يخلص وفي نفس الوقت يحصل موافقة سريعة من بحرين التسيارات هذه بادرة بادرة زينة انه يعني جمعوا جميع الوكلات في يعني في السعر في واحد هذه يشجعنا انه احنا نحط عروضنا ونعطي اسعار ايجابية بحيث انه نشجع الزباين ونشجع الناصتي فاحنا نطمح ان شركة التسهيلات تسوي نفس هذا المعرض سنويا على اساس انه يكون السنة الياية نستعد له يعني بطاقة اكبر بسيارات اكبر بحجم اكبر وتهدف شركة تسهيلة البحرين لاقامة مثل هذه المعارض المتخصصة وتحديدا في مثل هذا التوقيت من العام كفرصة جيدة لدفع عجلة التنمية في قطاع السيارات الهام في البحرين والذي يعتبر من القطاعات الاساسية في المملكة اضافة الى تعزيز الشراكة والتعاون مع وكلاء السيارات داخل البحرين ومساعدتهم لتحفيز مبيعات السيارات حيث سيتم التركيز على ايجاد موسم جديد يتيح للعملاء اقتناء وشراء السيارات حديثة الطراز بافضل الامتيازات التمويلية والاسعار التنفسية اكد القائم باعمال الرئيس التنفيذي لهئة المعلومات والحكومة الالكترونية الشيخ سلمان بن محمد الخليفة على اهمية العمل الاحصائي كونه احد الادوات الرئيسية المساهمة في تحديد الاستراتيجية القادمة والتأكد من سير الخطط التنموية الحالية ضمن متطلبات برنامج عمل الحكومة واشد معاليه بجهود وزارات الدولة في التنسيق والتواصل المستمر في مجال الاحصاء وتحديث البيانات مشيرا الى ان هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية قد اصدرت في عام 2017 اكثر من 60 تقريرا احصائيا بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية يجد بالذكر ان هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية قد نشرت الكتيب السنوي البحرين في ارقام لعام 2016 تتوفر منها النسخة الالكترونية على منصة البيانات المفتوحة www.data.gov.ph سلمت شؤون الموانئ والملاحة البحرية رخصة رصيف نقل ركاب بحري لفندق فور سيزن الكائن بخليج البحرين وذلك في اطار عمليات تنظيم الخدمات البحرية التي تقوم بها شؤون الموانئ والملاحة البحرية هذا وقد قام وكيل الوزارة المواصلات والاتصالات بشؤون الموانئ والملاحة البحرية حسان الماجد بتسليم الرخصة الى فندق فور سيزن بعد انهاء جميع الاجراءات المتبعة والتي تضمن سلامة تقديم الخدمات على الارواح والممتلكات وسيقوم فندق الفور سيزن وبالتعاون مع شركة دلما مارين بتسيير رحلات الى مجمع الافنيوز ورحلات ترفيهية داخل خليج البحرين لمرتادي الفندق ولان نتابع اسعار صرف الدينار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تم تنفيذها من خلال 184 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوكة التجارية حيث بلغت قيمة اسهمه المتداولة منسبته 74% من قيمة الاجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن اغلاقات البورصات الخليجية والتي استطاعت بعضها عكس اتجاهات الاغلاقات السابقة ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي اغلقت بتراجع بنسبة قارب النصف النقطة المئوية عند مستوى 7146 نقطة متأثرا بانخفاض مؤشر قطاعي المواد الاساسية وايضا البنوك نتحول الى بورصة الكويت التي اغلقت بارتفاع بنسبة 0.03% عند مستوى 6340 نقطة وذلك الارتفاع كبير لمؤشر قطاع العقارات ننتقل الى سوق ابو ظبي للأوراق المالية الذي شهد ارتفاعا بنسبة 13 النقطة المئوية عند مستوى 4338 نقطة متعوما بتقدم مؤشر قطاعات الاستثمار والخدمات المالية وايضا العقارات فيما سجل سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 0.18% عند مستوى 3355 نقطة بفضل صعود مؤشرات مهمة مثل مؤشر قطاع التأمين وايضا قطاع الخدمات في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية خسارة او تراجعا بنسبة 0.62% عند مستوى 5023 نقطة متأثرا بتراجع كافة مؤشرات البورصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر